كل اتنين وانتو طيبين وكل يوم حضراتكم موجودين معايا فيه انا اكيد بسعادة ومبسوط جدا بوجودي مع حضراتكم كل اتنين سعيدة عليكم النهاردة لايف مع روحي من 6 ل 7 النهاردة هنتكلم عن مالوش علاقة بالتخسيس في بعض الاساطير اللي موجودة في دماغنا ورأسخة في ذهننا ان هي لازم تعملي عشان تخس النهاردة ههدها لكم كلها على فكرة مش ههدها كلها عشان خاطر اضايقكم ولا اغلس عليكم بس انا بحب انك تبقى عارف المعلومة صح بمعنى بتبقاش بقضي حياتك كلها بتعمل شيء وفي الاخر تجل ان هذا الشيء مالوش علاقة بالتخسيس وانت كنت موهوم طول الفترة دي النهاردة اول حاجة هنهدها معاكم هي اجزوبة الشال اخضر الشال اخضر مش حاجة وحشة الشال اخضر مفيد جدا للصحة الشال اخضر تشربه احسن بتشرب شاي اسود او الشاي الاحمر اللي احب نشربه بشكل عام لان الشال اخضر فيه مضادة اكسدا الشال اخضر فيه كافايين بيسمها كويسة والكافايين على فكرة مش مادة سيئة بشكل مطلق لكن كترها هو اللي سيء الشال اخضر شيئا كايز جدا لكن النهاردة هنبتتكلم عن الشال اخضر وعلقته منزول الوزن للشال اخضر والتخسيس الشال اخضر المادة الفعالة اللي فيه اسمها ابي جليكات شنجالات ابي جليكات شنجالات انت بتخيلها لو روحتي للمديرك في الشغل ايه سر رشحتك يا مدام عمل هتقول لله الابيجالكاتشنجاليت ودكتور رحيم دكتور رحيم كافيلة انه هم يرقوكي وابيجالكاتشنجاليت دي كافيلة انه هم يرجموكي بتهمة الهرتقة الابيجالكاتشنجاليت دي المادة الفعالة في الشاي الاخضر المادة دي موجودة بنسبة قدقية نتكلم من 30-40 ميلي جرام في الكب الواحد او الكباية الواحدة اللي حبل الشبف اليوم متخيلة عشان اللي ايه بيجال لكاتشنجاليت او المادة الفعالة في الشاي الاخضر عشان الاسم بقاش صعب على حضراتكم نوصل بيه للمستوى اللي يبدأ يعمل معانا حرق للدهون وفعلا يقوم بدوره كافيت بيرنر حرق للدهون قد ايه تقريبا بنتكلم على 400 ميلي جرام يعني 400 ميلي جرام مش مستوعبة حضرتك يعني 10 كبات في اليوم طيب في نفس الوقت كوب الشاي الاخضر في برضو كافيين طيب نسبة الكافيين الموجودة في قد ايه بتتكلم من 30 إلى 40 ميلي جرام الابحاث بتقولك ان الشخص الكبير القضل تميل ده مقياسنا دايما لما نقولك الابحاث بتقولك بتتكلم على شخص راشد بتتكلم من عمر 25 إلى 35 سنة او 40 سنة وتكون صحته جيدة اقصى جرعة ممكن ياخدها من القهوة في اليوم هما 400 ميلي جرام من الكافيين في اليوم 400 ميلي جرام طب محلو مشتر بعشرة كباتشة اخضر اخدت الابيكال كاشن جرليت واخدت معاه الكافيين لا يستيكوال ما تشوخ ده بالك كده بتحليك وسط للمكسيمام دوز مش فاهم قصدك يعني ايه بمعنى ان اي كمية تانية تدخل جسمك حضرتك هيبدأ يحصل لك مشاكل شوية ضربات قلبك هتزيد هيبدأ جسمك بعد ما كنا بنحرق الدهون بنزود ضغطك يبقى انا كده بتجه لفكرة ان انا هيحصل لي مشكلة لو زودت من الكميات او على كده مشربوش لا نشربو بس بالعقد بس عشان حضرتك مشربتيش فوق العشر كبيات متقوليليش ان سر شختك هو الشاي الاخضر وللهم روحاهم بيتبسطوا منها قوي تاني حاجة وتاني الاكاذيب الشهيرة معانا اللي انا لما جبت سرته اول مرة يعني خدت صحيب جدا في والدتي ربنا يا ربي خليها لي يا رب اتشتمت فيها كتير جدا لب السوري اولا هو اسمو لب عباد شمس او دور شمس عشان بعض الناس بتزعب من الكلمة او يعني ما بتحبش كلمة عباد شمس طيب اللب السوري او لب عباد الشمس عشان بقوا قيين ايه علاقته بالتخصيص عباد الشمس لما يتعصر يطلع منه ايه زيت عباد الشمس حد قالك حضرك لما تصح الصبح تشربيني لتر عباد شمس بتخصي لا طبعا ده ملان سعرات حرية بالضبط كده الميت ميلي جرام من اللبا نفسها يعني مش اللباية زي ما احنا شايفين مش اكله جميل والله ابن حلال اكل بغ بغنات ده تمام اللباية اللي جوه دي اللي جوه مش القشرة اللي بره مش ميت ميلي جرام تشتريها من المقلة لا بتكلم على ميت ميلي جرام منها هم فيها من 600 ل 80 صعر حراري اقنعيني انك لما تاخد شيء فيه من 600 ل 800 صعر حراري هتخلصي ازاي اكيد مش منطقة بس اقلوا انه مفيد هو مفيد الخمسين ميلي جرام في اليوم الخمسين جرام في اليوم اسف يعني مش حاولك تم بنتكلم 40 فلم من التم يعني حريك تجيب التم من كده بتاكل منه جزء انا عارفك هتشتميني في سرك ان انت بتعودها تاكله ربع كيلو وانت قعدة صهرانة بتتفرجي على الشيف شربيني ولا حاجة لكن معلش خليها عليك المرة دي بتاخد خمسين جرام بس في اليوم مفيد جدا للقلب لان الزيت نفسه اللي طالع منه مفيد جدا للقلب مفيد جدا للجهز الهضمي مفيد جدا للبشرة مفيد جدا للجهز العصبي بس بتكلم على خمسين جرام في اليوم محدش وبينزل الكوليسترول على فكرة الخمسين جرام بينزل الكوليسترول محدش قالها لو اكل ثمن كيلو ده والولد اني راجع من المدرسة رايحة اجيبه اكلت الثمن وانا راجع قلت اجيب ثمن تاني عشان ايه اقفلوا الربع بتاعي اليوم مين قالك انكده هتخسي استحالة بس انا مشيت عليها على فكرة وخسيت اه حريك ختيك عشان خمسين جرام كوجبة لكن مش اكلتي حاجة تفريح لحد ما معادل غدا ميجي او خدناك سناك بس مش كل يوم يوم اه يوم لأ كده طبيعي ومش مملح ومش تومني كيلو برضو ولو زعلنا مني زعلي بس انا بقولك المعلومة الصح الاسطورة الكبرى الاسطورة العظيمة الزبادي باللمون نتكلم على الزبادي الزبادي حاجة وحشة الزبادي حاجة رائعة الزبادي بالليل بيصحك الصبح مرتاح بيخسفك بس بيصحك معدتك مرتاحة بتخش تولك كويس جدا بالاضافة لان هي اغلبنا احنا كشعب مصري احنا مؤمنين ان معدتنا تهدم الزلط لكن اغلبنا صدقوني بيعاني من امراض كتيرة جدا في المعدة ومن الجهاز الهضمي ومن كمان بسألة الاخراج عندنا فيها شوية مشاكل الزبادي مليان بريبيوتكس دي حاجة مفيدة جدا للمعدة مليان خمائر نافعة وي بكتيريا نافعة للجسم دي حاجة مهمة جدا في كالسيوم بالنسبة عالية الله دي كلها فبايد بحاجات كويسة مرفع عليك طيب اللمون اللمون اللمونية الواحدة فيها تقريبا 30 ميلي جرام من فيتامين سي انت بحتاج قد ايه في اليوم كشخص عضل الشخص الكبير البالغ بتكلم تقريبا على 90 ميلي جرام قول ميا يا سيدي خليها عليك شوية طيب اللمون مفيد مفيد جدا اللمون بيزود معدل الحر فيتامين سي بيزود معدل الحر وحفرق لكم من الاتنين دلوقتي لكن اللمون بشكل عام مفيد جدا للبشرة برضو وانا بصمم على قصة البشرة لان الجلد هو اكبر عضو في البني ادم والجلد طالما صحي انت بتحرق كويس طيب هو مفيد جدا للجهاز العصبي اه مفيد جدا للتقام الانسجة مفيد جدا في المراحل النمو مفيد جدا للمناعة قولنا مفيد جدا كتير جدا تمام خلاطنا الاتنين على بعض ايه المادة اللي بتكتك من خلاط الاتنين على بعض طب معنا دي فوايد ودي فوايد بربو عليك فين بقى كلمة تخصيص اللي احنا قلناها في النص يعني مسلا ده بيخصص واحد زي ده بيخصص اتنين يبقى الاتنين مع بعض بيخصصوا عشرة اطلاقا الزبادي باللمون قبل ما تنام لو معدك تعبانة بتصحى عندك مشكلة كبيرة جدا في المعدة هيزود لك ارتجاع المعدة عندك قرحة هو ضمر للمعدة انك تاخد للمون بالليل فكرة الحرق حضرك بتاخدش حاجة بالليل وتخدش تنام وحتحرق مع الملايكة اكيد مش منطقة ايه صح طيب هو حاجة مفيدة اللي تخدمها بعض حاجة مفيدة لو معدتك كويسة لو حتاخدها مش قبل النوم لو انت بتتكلم على بشرة وعلى جلد ولو انت عاوز تخص وخطاها كواكبة هيواكبة فاشوش كلا تاخدها وتنام وازا بدي لي باللمون بالليل مش الصبح اللي فيكم عارف هو بيانتك عنه ايه المادة اللي بتزود الحرق وليه بالليل مش الصبح يرد علي يمكن المعلومة مش عندي كده هدينا ثالث صنم نخش ع الصنم الرابع المية السخنة عالريق يا دكتور المية السخنة عالريق بتعمل شغلة ما حصلش وبتخصص بشكل ما حصلش جميل بس هي يا فندم بتوصل معدتك سخنة طب انا هقولك على حاجة جميلة قوي يعني كوباية مية سخنة جميلة دي تعمل ريلاكسيشم تشربها كده عشان تسترخي عندك مشاكل في الجهاز الهضمي امساك شوية معدتك شوية مش مزبوطة نشربها هنبقى كويسين ومكن نحط عليه شوية قضافات شيء كويس المية السخنة هو وسط هي حاجة وسيطة بنحط فيها حاجات تانية هي بنفسها بتوصل معدتك سخنة طب يا ترى انت كبني آدم بتلقى للحرارة زي المعادن يعني لو سخنت مثلا جبت معدن سخنت اوله لما كنا بناخد في الفيزياء زمان لازم اخره هيسخن معاك انت كبني آدم سخنة معدتك براها هيسخن لأ أنا مش فاهمك ما هو المعدة عاملة ازاي المعدة عضلة موجود حولا منها الدهون الحشوية الفيزرالفات موجود قدام منها العضلة الابدوبن الول العضوات قدام المعدة وبعدكها الدهون وبعدكها الجلب في حاجات كتيرة جدا ربنا خلقها عشان كلها ليها لازمة لكن الدهون لما بتزيد في الفيزرالفات دي لما بتزيد تعمل شكل بطن سيء بتعيق عمل الاعضاء الداخلية وبتسبب عندنا ان بعض وظيف الاعضاء الداخلية بتقل شوية والدهون الخارجية دي مالهاش تهتي لازمة خالص اساسا هي حاجة بتدينا شكل سيء وخلاص وتخلي جوزك بدل ما يبصلك وقولك الله عليك يبص على تلفزيون وعلى ستات تانية لازم تعلقي المهم المياه نزلت معدتك سخنة يا ترى المعدة بتدقل الحرارة ليه الانسجة اللي حواليا منها يعني وما ينزلت معدتك مغلية المعدة رح اتخذت شيء المغلي ده نقلتول بدون حواليا منها عشان تسيح اشتقولي انها بتسيح دون البط عشان بس أني بقى عارفين يا ترى فيه انتشاع حراري حصل وانتقال حراري حصل من المعدة الانسجة حول منها اكلام ده لو حصل اساسا المعدة لازم تتسلق المعدة نفسها لازم البروتين فيها يفسد لازم الدنيا فيها بوز هي بتوصل دافية بس ادفع حاجة بسيطة من درجة حرارة العضاء الداخلية عشان كده كويسة للاسترخاء كويسة في مشاكل الجهاز الهضمي كويسة ان هي مصدر مية انا واحد من الناس كنت باشرب شاي وقهوة كتير فبقيت باشرب نص يعني كل كوب شاي يجيلي اشرب نصه عشان اقل الكمية لنص وكل كوبين شاي او قهوة او ايا كان باشرب كوبات مية سخنة بس الفكرة بقل الكميات السوائل اللي ممكن تكون ضرر لداخل جسمي وباخد حاجة كويسة عشان اعود كمية والمية اللي ممكن اكون محتاجة اشربها في اليوم اشرب ده بقى عشان يديني فيرموجينيك افكت ان هو باديني تأثير حراري فيخليني اخس مش هي دي تخيل بقى المصيبة الكبيرة ان المية المتلجة هي اللي بتخسس حضرك لابداشر بمية متلجة جسمك عشان يوصلها لدرجة حرارة الجسم لانها مش هتدفع تمشي في جسمك وهي مجمدة هيطر يرفع درجة حرارتها فهيحتاج سعرات هيحتاج يسخن محتاج حطب اللي هو الدهون والسعرات الحرية بس حالك لو شربت مية ساعة على الريق كل يوم عضلت المعدة يحصل في القبضات ومشاكل كبيرة جدا فالمية سخنة على الريق مش هي لها تخسسك على فكرة المية الساعة بس انا ما نصحكش ابدا ان انت تتجه للموضوع ده طيب شوات حاجاتها ديناهو من نهاردة زي الفل تتكلم بقى على ايه عالجنزبيل بتجيش ناحية الجنزبيل ده بذكوت في القرآن والله العظيم عليني تخيانوا المادة الفعالة اللي في الجنزبيل الجنزبيل اسمه الجنجر اسمها جنجرول جميل جنجر جنجرول طب يعني ايه الفكرة ده حتى المادة الفعالة بتسميه على اسمه شكله جميل جدا وحاجة ما حصلتش غيرت الصورة تبقى موجودة معانا شوية شأن انا محتاج الصورة دي بالذات طيب طب وكده حاجة كويسة هو بيحرق حبيبي ما انا معاكي بس حضرتك عشان تحرقي محتاجة تشرب زي ما تكلمنا عشان اخضر خمس ست كوبات جنزبيل كل يوم بعداتك كويسة بعداتك تحتمل ضغطك يحتمل في بعض الابحاث بتقول ان الجنزبيل مش بيعلي الضغط لا بيساعد تمان ان هو يزبطه وابحاث ثانية كتير جدا بتقول لا ان هو بيزود الضغط المنخفض بالتجربة هو بيزود ضغط ضغط الدم لو حد ضغطه منخفض بيشا بجنزبيل نرجع فاصل صغير بس نرجع عشان نتكلم على هذي الاشياء ويريد في الفاصل ده تدعو لي مش تدعو علي اشوفكم كمان شوية بالوقت هتلاقي كل منتجات جرين اسميل الطبيعية 100% على موقع جرين كير شوب على الموقع الالكتروني www.greencareshop.com ادخل على الموقع واختار المنتج اللي ينسبك واحدد الكمية اللي انت محتاجها واطلبها اونلاين وتوصلك لحد باب البيت لتفاصيل اكتر عن منتجاتنا الطبيعية اتصل على 0122 40 509 او زور صفحتنا على الفيسبوك جرين كير شوب لو عايز حياتك تتغير وشكلك يبقى احسن مما تتخيلي وبدون ترهولات او دفوات يبقى لازم تتواصل مع عيادة دكتور محمد رحيم على رقمنا 010 138 35 311 او ابعتل نرسال على واتساب 015 514 64 55 8 واحنا هنكلمك موسيقى موسيقى عاودونا احمد الحمد لله على السلامة هكمل بقى نكد عليكم شوية وهدلكوا بعض الاصنام اللي كنت فاكرينها موجودة في الضايت اتكلمنا على الجنزبيل الجنزبيل من الحاجات المشهورة ان هو بيساعد جدا في معدل زياد معدل حرق قلنا ان المادة الفعلة في الجنزبيل اسمه جنجر المادة الفعلة فيه جنجر رول بتخيم الاسمه سبحان الله يعني سبحانه وتعالى قالك وكأسا كان مزاجها زنجبيلة طيب يا ترك كده الجنزبيل وحش انت قعد بتقول اي كلام والجنزبيل زي ما احنا شايفين الصورة ويرتبدل موجودة معنا ما الجنزبيل ممتاز انا معاك الجنزبيل ممتاز فكرة لما تكلمنا عن الشاي الاخضر فكرة لما قلنا ان انتي بحتاجة تشربي عشر كبات شاي اخضر في اليوم للمرحلة اللي جوزك قولك صباح الخير يا حبيبتي ترجع في الشاي اخضر نفس القصة تطبق على الجنزبيل مش كباية او اتنين في اليوم طيب ابحاس قالت ان الجنزبيل بيساعد ان هو يزبط مستوى ضغط الدم ابحاس كتير بتتكلم ان هو بيرفع مستوى ضغط الدم اللي شفناك كتجارة عملية ان لو ضغطك وقت اشرب جنزبيل بيبدأ يعلى معانا لكن الجنزبيل برضو من التوابل الشديدة من التوابل الشديدة تخيل زي الشطة كده فحيكون تشرب كمية كبيرة منه لكنه ممكن يلهي بجدار المعدة مش بقولك بتشربش اشرب بس بعقل اشربه كمشروب يعني بدل مشرب شاي احمر اللي حيب نشربه بدل مشرب اهوة كبير كتير لقى الجنزبيل ينزب اننا حاجة مفيدة الصورة اللي معانا دي بقى فيها حاجة جميلة جدا فيها اللمون فيها النفطر ديناها اعواد اه ورق شاي اخضر وفيها الجنزبيل يبقى الخلطة الشهيرة كمون على لمون على جنزبيل على ارفة او شاي اخضر الصبح على الريق تعمل ايه يا دكتور تجدل القرحة في المعدة يا حبيبتي ايه ده الكلام ده صدقيني والله لو في مشروب هتشرب على غير الريق في خليكي تخسي ما كانش حد عامل جروحات سمنة طب يطل المشروب ده وحش زي ما تكلمنا لو معدتني كويسة وعندي اه معدش شكل في المعدة قولوني مرتاح اه اشرب بيها مرتين ثلاثة الفكرة على غير الريق في ايه ان جسمك يمتصها بشكل كويس لان المعدة فضية فهيبقى شيء كويس طب ما تخديها بعد الفطر بساعتين او ثلاثة ايه لا هيحصل لك يا عامل تمام انا رأي الشخص الحاجات ديشربها امتى افضل وقت قبل الاكل يا عامل ما انتو قلتاننا خلاص ملاش لازمة لأ ليها لازمة لكن ما تكبرش دورها اكتر من اللازم ما تقولش انا بشر بشي اخضر وما بخسش يا ريتو كان سحر والله كنا ارتحنا كلنا على فكرة الصورة الجميلة دي انا بحبها ليه دي ماشية الصورة دي ماشية على قاعدة رئيسية جدا عرصتها الفنانة العظيمة يسرة ياختش كده ينفع وكده ينفع بمعنى حاطرت اجيبتي كوبات الجنزبيل على الشيء لاقدر على اللامون والله واحد فيهم صاب اربعة ما صابوش اهو كله على بعضه ده المبدأ للأسف اللي ماشي في كل الخلطات المنجودة على الفيسبوك هيك تخش الصبح واحد تقولك مغلي ورق مغلي اشهر رومان مع مغلي ورق البصل مع الميا اللي بقية من غسير رجلين جوزي زي الفل وبتخسس حرج زي الفل تعمليها بس اجيب رجلين جوزها منين صدقوني مش كل الوصفات كويسة مش كل حاجة تنفع لكل الناس ازا كان فيه اختلفات كبيرة جدا بين حاجات مثبتة علميا الناس تقولك تنفع و الناس تقولك وتنفعش مش كل يوم اصحب الليل اتابع منيوزي على الفيسبوك تهبط هبدتها اصحصب حامل زيها هدينا شوية حاجات جميلة النهاردة فاصل قصير ونرجع ناخد اسئلة حضراتكم اشتركوا في القناة شكلك اصغر عشر سنين لما تستخدمي بيرني اللي بيحرق الدهون في جسمك اكتر ثلاث اضعاف معيو جرين خس وطير الكرش لو عايز حياتك تتغير وشكلك يبقى احسن مما تتخيلي وبدون ترهولات او دفوات يبقى لازم تتواصلي مع عيادة دكتور محمد رحيم على رقمنا 010-138-35-311 كتير من حضراتكم بيزعل مننا عشان خاطر ما بلحقش يدخل معنا تلفونيا او زحمة التلفونات في اكتر من وسيلة تعرفي يا فندي بتوصلي وتبعتي بها سؤالك اللايف اللي بقى موجود معنا على الفيسبوك على الجروب بتاعي اسأل رحيم وعلى صفحتي دكتور محمد رحيم بناخد منها برضو اسئلة بلضافة الاتصالات التلفونية والنهاردة حنخلي نص الحلقة التانية كله اسئلة من حضراتكم طيب كانت النفس المطمئنة بعتها بتسأل كوبات مية ونص لونية وعسل سواء نصد اوها بيض على الريق دي بالخلاطات المشهورة جدا يا ترى دي وابتخسسش انا بكتبها كتير بس هدفها ايه معايا اولا بنتكلم عن نص لامونة لامون كتير على الريق غلط على المعدة فهيبتكلم عن نص لامونة لو انا عندي اساسا ارتجاع في المريق او التهبات في جدر المعدة ممكن كمان نقطي اللامون او بلاش منه خالص الفكرة حضراتك العسل مع المية بيخلي امتصاصه احسن بكتير جدا في المعدة وفي الامعاء طب انت بتدهولي ليه بدهولك كنوع نوع للضايتامينز حضرتك اكيد اغلب السيدات اللي بتبدأ وتعمل عن ضايتامينز والرجال كمان طبعا بيبقى عن ضايتامينز واملاح ومعادن كتير فبالنسبالي ده فيتامين ده بالنسبالي حاجة عشان نفوقه نبدأ يومنا كتير من حضرتكو تعود ان هو يفطر متأخر فالجزء ده كوبات المية ونصر ومنايا والعصر اسود الصبح بالنسبالنا بداية محترمة جدا لليوم مش دي اللي حتخسسك دي حاجة جنب حاجات تانية كتير جدا أستاذ محمد تفضلي فنن كتير جدا أستاذ محمد محرك الفضل يا فنن عليكم صاحب كاته أستاذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام نبا بس أنا عنده ورحة بالمعدة ورحة بالمعدة عندي طيب بص يا فنن قرحة المعدة فيه عوامل كتير جدا مسببها فلازم تبطلها عشان تبقى كويس التدخين يسبب قرحة المعدة خلي بالك أكل فيه توابل كتير تعمل قرحة في المعدة كلك بتشرب شاي وقهوة كتير ده يعمل قرحة في المعدة لازم نوقف الحاجات دي كلها شاول الحاجات دي غالص على القرحة بالزبط يفنت لازم تبطل الحاجات دي كلها القرحة بتتعالج ازاي طبعا حريك لازم في البداية توجه لدكتور باطمة ده مش تخصوصي أنا تخصوصي عليك سمنة لك التعلمات البسيطة بناخد أي حاجة تسمع جلسك سابورت حاجة اللي بتعمل غطاء على جدار المعدة بناخدها قبل الأكل بربع ساعة بالإضافة اللي انت لازم آخر وجبة تاكلها قبل الأكل قبل النوم بفترة كويسة عشان ما يحصل لكش ارتجاع في المريء وانت نايم آخر وجبة ممكن تاكلها زبادي بلامون زبادي بلامون زبادي بلامون لأ زبادي بلامون لأ أيوة زبادي بس يا فندم زبادي بلامون يتعب لك قرحة يلهب لك القرحة زيادة يا فندم خلي بالك خلاص ونحاول يا فندم واجباتك ما تبقاش ثلاثة بس في اليوم لا خليهم خمسة كمان ليه لأن عدد الوجبات طبعا نفسي كمية الأكل بس أسمعها على خمس مرات الفكرة طالما فيه أكل في المعدة ولو كمية بسيطة القرحة بتبقى هادية شوية وان شاء الله عادة يا شوية أنا عندي فندم بس الناس في الوقت بجيب دم وكلام ده لا يا فندم لا بتبحتاج لا بحتاج تتابع مع دكتور جهاز هضمي أو دكتور بطنة بسرعة لنا مرة تانية ايه يا دكتور أفضل نوع شيء أخضر لا حضرتك ممكن تشتري أي نوع شيء أخضر طبعا فيه كلام كتير جدا عن الماتشا وفيه كلام عن الشياء الأخضر العادي فيه كلام عن الباكتز الفرق بين التلاتة دول دي بحتاجة حلقة شوية نتكلم فيها ولكن مش بحتاجة تكبر الدنيا عن نفسك الماتشا حاجة كويسة سنا مش حدفع 400 جنيه يعني عشي ناخد شيء أخضر أنا وجهة نظري كده حضرك أي شيء أخضر ويفضل بالنسبالي اللي هو ورق ناشف بمعنى التيباج اللي هو الكياس كويسة جدا بس خفيفة مع الأسف لو هتخديها يبقى ناخد كسين نقطع التيباج نقطع اتنين في المية ده بيبقى كويس جدا لكن تخديها كتيباج واحدة بس في اليوم لا بيبقى يعني بيبقى ضعيف شوية أمو محمد تفضلي يا فنم لا بيبقى أمو محمد ازايك لا تمعت يا دكتور ليه بحنا قلنا يا فنم الصيام بالذات بيتوقف معنا على آخر حاجة أخدتيها بالليل بمعنى لو أخدتي أي حاجة تلهب جدار المعدة يبقى أصبح حطوله اليوم حي بيقى عمدك مشكلة كبيرة دي نقطة لو أنت من ناس بتشرب شاي وقهبة كتير بين الفطار وبين الصيام هتحصل مشكلة فكرة إيه اللي هتبدأي بي يومك لو أنا صايمة أيام وراء بعد فكرة بداية ديت الأكل يعني من الحاجات المستحبة أنك تبدأيش تاكلي وجبة كبيرة مرة واحدة نقسموا أكلنا دي يبدأ على حاجة خفيفة طبعا التمرات وكبات عصير وشارت شربة صغيرين واهدي شوية ساعة ساعتين وقلت تاكلي طبق خضر وقاطع البروتين مثلا وبالنسبة للصحور بتائك ياريت تختميه بزبادي نختمه بخيار لو أنا عندي مشكلة في المعدة وبحس بتاعها الشديد طول اليوم ناخد حاجة زي الأنتودين ناخد حاجة أي حاجة ما بتدي بتعمل سابورت لجدار المعدة وبتعمل راحة شوية في المعدة في الصحور مع وجبة الصحور ده هيراحة كتير بالإضافة أنك لازم تقليلي للتوابل بشكل كبير وكمان تقليلي الشاي والقهوة العنصرين دول بالذات تعملوا عنديها مشكل في المعدة كبيرة جدا شكرا يا محمد طيب بسم الله بالنسبة للأسئلة يا جماعة كان أستاذا نور شمس بعت سؤال ياريت حليك تبعت لنا على الانبوكس بتاعنا الانبوكس بتاع البيج اللي عنده سؤال خاص أو عنده طلب خاص يبعت على الانبوكس بتاع البيج دكتور محمد روحيم وهنرض عليه بشكل شخصي بإذن الله طيب كنا عملنا الأربع اللي هو مش المواضي الأربع اللي قبل منه اللقاء الأربعاء اللي احنا بنعمله اللي هو عبارة عن بناخد بجموعة من حضراتكم من متابعين لايف مع روحيم وكمان من الصفحة عام دي وبنعمل ميتنج بنعمل كشفة عن ناس طبعا دا منجانا بنتقابل مع بعض بنجاوب على ستة ناس كلها بالأضافة اليوم دا بيبقى فيه وقبة خفيفة كده ناكلها مع بعض يعني بنقضي يوم لازيز جدا مع بعض نوعا 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 كسر الروتين بدلا ما انتقعد بوزك في بوز جوزك لأ تعالي شوفي ناس تانية هتفرح تكبست كتير إن شاء الله بعد بكرة يوم 14 لقاءنا في لقاء الأربع هيبقى فيه دور الدفاع الجوي شارع النوزها مضيت نص احنا وجهنا الدعوة تقريبا عشرين خمسة عشرين شخص لكن هناخد خمسة كمان من الناس متابعين لايف مع روحية فالمهتم من حضراتكو عاوز يبقى موجود معنا ياريت يبعت لنا هناخد برضو يا جماعة أسئلة من البيج طيب أستاذة أستاذة مونا محمد بتسأل إيه لي لازم البطن بعد الوضع القيصرية لازم نستهى بحاجة معينة أولا ربنا يديك الصحة والعمر شد كبير جدا عدد البطن طيب يا ترى وانت متجوزة أساسا عدد بطن كاتمية في المية لا إطلاقا طبعا حالك ما كنتش بعيبة كراتية أو رياضية ولو كنتي طبعا ده شيء كويس فعدد البطن بتضعف فوقت الحمل بنتكلم تقريبا على من أربعين خمسين في المية ضربة المشط اللي بتتم في العضلة دي بتضعف عدد البطن مرة تانية من أربعين لستين في المية يعني كده وصلت كام وصلت تقريبا 25-30% من قدرة العضلة اللي حضرتك قبل ما تتجوزي مباشرة طب ده يعمل إيه لازم يعمل ارتخاء في عضوات البطن فلازم حضرتك تعمل عشان كده في حاجات اسمها بري نيت الاكسرسايز في تمارين وحضرتك حامل طبعا محدش بقول عليها لأسف ومحدش بيلتزم بيها فحضرتك محتاجة تعملي بروجرام يقوي عضوات بطنك هو أبسط وتمارين البطن تتعامل مع كل صلة أو نط الحبل أو الرأس بالنسبة للسيدات بيجيبوا نتيجة كويسة جدا لو ما فيش ما يمنع من نط الحبل زي الغضاريف أو خشونة الرجبة بالإضافة لإنه يحبز أنه رجل تستخدمي بعض الأجهزة الموضوعية طبعا سمعنا عن الكريو سمعنا عن الريد بوكسي سمعنا عن الشوك ويف في أجهزة كتير جدا الدكتور اللي حشوف حضرتك هو الأقدر على تحديد الأنسب لك أستاذة منالة فضالي يا فن سلام عليكم وعليكم السلامة فضالي يا فن لو سمحت يا دكتور ابني عنده 25 سنة تمام يا فن وشغال في فندق بس بينزل الساعة 7 الصبح بيجي 8 بالليل فبيأكل في الفندق الساسة هو يا فندم يعني حيروح الفندق ويسيبك في البيت ياخدك معه ينفع كده يعني يسيبك تطبخيله وتغسيله ويقعد هو في فندق بقى حضرتك فن فضالي ربنا يخلوه ليك يا رب الله يخلي فهو زاد وزنه جدا لانه بيجي بالليل يأكل واجبة يعني ممكن يأكل حاجة بسيطة بس بيأكل وينام على طول بس هو بيتناول اكل في المكان نفسه في الفندق نفسه بيأكل ايوة بيأكل هناك ايوة طيب فعلي بص يا ساة الكل اولا من فعش ينزل سبعة الصبح من غير ما يأكل فلازم بيبدأ يوم وبحاجة في البيت الحاجة دي ممكن تبقى تات بلاحات ممكن تبقى تفحية ممكن تبقى كباية زبادي فيها معلقتين شفان حيتناول فطاره وينزل الساعة سبعة خلاص حيتناول فطاره مثلا على عشرة صباحة خلي فطاره في عش سن انا مش بحب السن وسبعين وهيبطله لما معدته حجمها يدي فيه رغي في سن الوجبة اللي بعدها عشرة صبح الوجبة اللي بعدها ما تعديش تاتة مساء تبقى صلطة وبروتين بأي كمية وهيأكل في فندق بقى براحتنا جميل الساعة سبعة هيبدأ يرجع يأكل ثمارتين فكهة وهو في المكان هيرجعلك بالليل المفروض ان معدته اخدت تقريبا اربع واجبات في اليوم فمعدته اهدى كتير يرجع البيت يخش من الباب ياخد كباتش اخضر يا عم تقولت ان هو مش بيخسس لأ احنا بدي اندهاله عشان حاجة تبقى تهدي المعدة شوية كأنك روح تي مطعم واتدحك عليكي لازلك الشربة وشربتيها تيجي الاكل بتعفيش تكليل يدخل من البيت يشتب كباتش اخضر شوية كده طبق السلطة معي حيت الجبنة قريش او اي جبنة لايت طبق السلطة معي بطين مسلوئين طالما هو شاب صغير مش حبا فيه اي مشكلة خالص طبق السلطة معي قطعة بروتين لكن ما فيش نشويات خالص انا كده ديت له نشويات صورتين واحدة اللي هو الشوفان اللي اخدوا الساعة سبعة والتانية كان رغي في السن اللي اخدوا الساعة عشرة هو النظام ده حينتوا يمشي عليه اسبوعين بس لازم يتغير فدي وقت تبقى بداية البداية دي تفرق جدا معاه ان حجم معدته يلم هو دايما الصعوبة تكون في اول الدايت اسبوع واحد بس لكده يرتاح جدا بالاضافة لان هو يعني اكلي نظمي له يومه هو بينزل لأسف على ما يشتغل على ما يبدأ يجوع او يبدأ يعرف يعد ياكل بتبقى الساعة 12 واحدة جسمه كأنه صايم طول اليوم مع انهم صايم فبيجوع جدا وبياكل كمية كبيرة يبدأ بس بالنظام ده اسبوعين ويريد تتبعيني مرة تانية سيدة نرميل فضالي سيدة نرميل فضالي سيدة نرميل فضالي فضالي فن لو سمحت يا دكتور انا عامل يا رجيم بقى لي نهاردة 40 يوم بس انا كنت اخدت المنتج اللي هو بيجيك في هدون قبليك تماما بس أسأل زينك يا فن بلاش نقول اسماء منتجات بعد اذنك طب ماشي حاضر فضالي فضالي فن انا نزلت بسبعة تصر كيلو بقى لي 40 يوم النهاردة نزلت يا دي يا فن نزلت سبعة تصر كيلو انا كنت مية واحد النهاردة بقيت خمسة وثمانين جميل سؤال حضرتك طب معيس يا دكتور انا بقولي ما اكل واجبة يعني برجع على صوت بعدها يعني انا بوستر ساعت باخد تفاحية او زوافية بسيطة واجيس معادة الغداء بقت غداء يعني قتلت الفرق المسلوء او شوات صالت ومعادة الروز اتنين الساعة خمسة يعني بكتير قوي بص اولا نحرك نزل رقم كويس جدا في الوقت ده وقدر اقول انك نزل رقم كبير كمان تمام يمكن يكون كان عندك نسبة مية كتيرة او حاجة في جسمك ده لساعتك على نزول بغض النظر فكرة انك بترجعي كتير دي فكرة سيئة جدا لازم تلقى لحل بمعنى الترجيع يا جماعة نقطة يعني انا قاس في اللفظ الاسهال تمام اخاف ضررنا منك ترجعي الفكرة ان انا لما برجع ما اخدش اي قيمة غزائية بالاضافة لان انا بعمل بعد كده حاجة اسمع ارتجاع في المريق والاحماض اللي بتطلع من المعدة بتدخل في المريق دي سيئة جدا يعني مش مكان هالمريق فبتبقى موزية جدا طيب انا لما بيكل اي حاجة بقيت برجع وخلاص اسهلت الموضوع عشان انا خسيت كلي على مرات بمعنى انا يعملي زي الناس اللي عاملين عاملين تكميم خلاص انا هبدأ اكل روح تخط طبق الصلطة بس بعد شوية معلقة رز واحدة وخطط اللحمة بعد شوية معديت اللي ستفضل فيها مكان اخد شوية خضار يعسب الوجبات ده يبقى شيء كويس جدا 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 وبعدي الدواء شوية عن معادل اكل بمعنى خليه مثلا قبل الاكل بخمسة واربين دياء او نصف ساعة ده وقت كويس جدا اتمنح لي برضو التابعين وتبعت لي حتى على البيتج او تكلمين في البرنامج تقولينا اخبارك ايه دلوقتي يا فندم بعد ما يعني النصيح دي ترى مشيت عليها ولا لا طيب بالنسبة لي برضو على الصفحة طيب حاجة للسبات بعد عملية تكميم عمدنا ام احمد ام احمد عاملة تكميم من سنة وبعد سنة حصل لها سبات وده منطقي جدا والحمد لله انتكملت لنزول لمدة سنة الفكرة لازم تبعت لي التفاصيل كاملة عشان اعرف ورده على حضرتك حضرتك كنت كان قبل العملية ولما عملت العملية نزلتي افقى دي وقت يعني ضمن النزولة في البداية بتبقى سريعة بعدين جسمك بيوقف وبعدين يعني الدنيا بتوقف معنا تماما فلازم اعرف المعلومات دي حضرتك ممكن يكون مثلا انت عاوزة تخيسي 60 كيلو بس فعاليا جسمك محتاجي خصة 50 بس وانت جبتيه فكده جسمك يعني هيبقى صعب جدا نزوله او هتبقى نزولة خاطئة انهو بيأثر على العضلات والانسجة المهمة الموجودة في الجسم النزول اللي بعد كده طيب فبالتبعية اسأزن حضرتك تبعتيلي التفاصيل كاملة انا عملت العملية كنت كم كيلو وطبعا وزنك سنك طولك قبل العملية واحنا نشوف دلوقتي حريك بيأتي كم كيلو بستاذة مأي تفضل لي فنم السلام عليكم وعليكم السلام تفضل لي فنم لو صمحت دكتور انا دلوقتي عندي بطن الجزء السوفلي تمام تمام وبعمل ضايت يعني منوازب على نظام غذائي جميلة فنم واصلا للوزن كويس بس بطنية مش عارفة نزلها حريك بيأتي كويساري حريك أنيسة ولا مدام بعد إذنك ده أول سؤال تاني سؤال أنا ميك سؤال طب الأول حريك أنيسة ولا مدام لا أنا مدام مدام والدك غذائي لا طبيعي كويس عوي فضلي فنم تاني سؤال ايه تاني سؤال دايما بحس ان انا جعينا مهما اكل مثلا خضروات فكهة بس جعينا فمش عارفة أنا عامل إيه في حكاية الشهية دي بتفتري متأخر يا فنم لا بالعكس أنا بفتر بدري وتاني واجب بقى فترك كام وغداكي كام يعني أنا بفتر الصبح كده على ممكن أتفع عشرة أكثر حاجة تمام واجبة الغداء على أربعة خمسة طيب حرد على سيادتك بإذن الله شكرا لك استكل بوسي فنم أولا جزء الأسفل من البطن حديك عملتي تبارين كتير ببرافو عليك أنك ولدت طبيعي آخر واحدة في مصر ولد الطبيعي حكرا حضرتك تقريبا الجزء الأسفل للبطن مرتبط بحاجات كتير جدا وانت بنت بقاش موجود لما تجاوز تطلع لي طلع لي ليه؟ أولا الهرمونات اللي بتختلف مع الزواج وكمان وسائل معنا الحمل المختلفة مع هذا اللوب لو اللوب عادي مش هرموني بيخلي يحصل ترسيب لخلال دهنية في الجزء الأسفل من الجسم متحت السرة فمتحت طيب فالجزء ده تراكم فالجزء ده بيبقى صعب احنا بشين مع الاكسرسيز زي ما احنا حريك بتقول لي وزلت الوصف المناسب لازم تدخل من برة يما شفته دهون وده مش تخصصي طبعا ومنصحش بكتير عشرة التراهولات اللي بتانتوا جعلنه بالأضافة اللي تكلفته العالية لانه لازم يتعامل صح فكرة بيتعامل برقم قليل دي بصيبة معناها ان في حاجة غلط بتحصل طيب غير كده يا فندم محتاجة تعملي جلسات على المكان ده من احسن حاجات اللي ممكن تعمليها الكري والشوكويف والكاربوكسي انا بقولك بشكل عام طبعا الدكتور اللي حيشوف حضرتك ايا كان الدكتور اللي جنبك هيكون اخدر مني على رؤية بطن حضرتك والتحديد بس بشكل عام الكري والشوكويف والكاربوكسي بيجيبوا في المكان ده نتيجة فوق الممتازة بلاس الرياضة مستمرين عليها فكرة انا بجوع كتير لو انتي حرم نفسك من كابهدريتو منها شوية فترة طويلة فده شيء سيء الرياضة اللي بجوع كتير الصيام المتقطع بيبقى معاهم حاجة كويسة ممكن هكتب دقيه من الساعة 11 صباحا للساعة 7 مساء تبقى كويس جدا هجوع في الاول بس بعد كده دينها تزبط معايا كتير انهم بجري بيفرق جدا معنا او تتبع النظام متوازن صح بمعنى الصبح خدي نشوات معقدة خدي بطاطس مسلوقة بطاطا بس يعني قطعة واحدة او بطاطايا واحدة لا خد زبادي وشوفان ثلاث ساعات ونأكل واجبة تانية الواجبة التانية دي تكون فكهة من الحاجات الفات بيرنينج يتفاح لاخدر رومانايا واحدة اتنين كوي بعدها بساعتين او تلاتة هنتغدى يبقى احنا كده فطرنا الساعة عشرة اتغدرنا الساعة اربعة ملاخرش عن اربعة سيمي غداكي على مرتين مرة الخضار يعني بديكي بروجرام يعني بشكل عام بشكل عام مرة الخضار ممكن تخديم معاه نصر غيف عيش بلدي او نصر غيف عيش شعير او نصر غيف عيش شوفان والبروتين كليل ساعة سبعة وتبقى دي اخر واجبة لحضرتك لكن في الليل ممكن تشرب شيء اخضر ممكن نشرب لو ضغطك ما بيعلاش ممكن نشرب جنزبيل نشرب كميات مياه كبيرة الحاجات دي كلها حتملها معدتك فمتحس انك مش عاوز تكلف الليل ده بالانظمة كويسة جدا اللي ممكن تمشي معها استاذة ميت فضالي فنن علي السلام عليكم لو سمعت يا دكتور عندما بحس بارفة وعايز ارجع كان دايما عازة تفكره وارفونة طيب الكلام ده مرتبط باكل مرتبط بحاجة معينة لا طبعا ده من يعني بشي مرحة الاكل معدتك تقليل بقى بص يا فنن ممكن كون عندك الاتهابات في جدار المعدة او 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 هنا لو اتهابات في جدار المعدة دي محتاجة تتعالج يا فنن ولو ده فت فكرت ان اي ريحة اكل بتتعب معدتي اه ده موجود عند بعض الناس بس حضرتك مكانك الصح انك تكشفي مع دكتور جهاز هضلي ده هيبقى افضل بكتير مع حضرتك طيب اه في اسئلة موجودة معنا على صفحة استاذة راندا بتسأل فايلة الديتوكس الديتوكس يا جماعة احنا في مصر يعني احنا جمال جدا احنا بناخد الحاجل على مزاجنا ونسيب الحاجل الكبيرة الديتوكس هو اختصار لديتوكسفكيشن ان احنا نخلص الجسم من السموم ده اختصار كلمة او الجملة الرئيسية الجلمة الديتوكس ده بروجروم دايت كامل بشكل كبير جدا ما بتخلش فيه حاجة مصنعة بروجروم دايت فيه حاجة اسمه ببدأ النهاردة ااكل خضروات بعد كده اخل خضروات وفاكهة كده خضروات وفاكهة وقلبان وكده خضروات وفاكهة وقلبان وخضار اه غير اه خضار غير مطهو او خضار مطهو بس خضار طبيعي بمعنى مدخلش مرقات مدخلش شربة نظام مبني على بعضه ووسط اليوم اشرب كبات مية قطع فيها لو مناية معاعد قرفة معاعد نعناع عشان خاطر ناخد الفيتامينز وناخد النكهة اللي موجودة في الحاجات اللي اضفناها دي بالضافة ان هو بيعمل ارتباء للجسم روحنا احنا سبنا نعم الاكل فلاش دعو بيا مهي واخدنا المية اطلاقا هو مجده الديتوكس في حاجة جميلة بقى اسمها الجرين داي ان شاء الله يا رب افتكر تبقى الحلقاتنا جاية عن الجرين داي الجرين داي بقى هو ده إذا تخلص جسر يكون السموم تمام ياريت انتظرونا الحلقة الجاية لان الموضوع ده حيبقى شيق جدا ومهم جدا ومريح جدا لجسمك استاذ جنة تفضلي يا فنم استاذ جهاد اهلا بيك يا فنم اتفضلي ستكل لو صبحت يا دكتور انا عايز حاجة معينة ان انا ما اقولش في الفترة بتاعك بالليل دي انا عايزة اخص شوية انا 85 كيلو 150 سنط يعني عشاك امتى يا فندم وازني مش مناسب بجسمي فانا عايز حاجة معينة ان انا ما يعني انا ما بقولش كتير بس بحس ان انا بدخل حتى لو ما كنتش عايزة حاجة معينة مادام ولا انيسة يا فندم ايه مادام ولا انيسة لا مادام بس انا من طول عمر كده يعني جسمك مليان اولا اللي عندك ده احريك كم سنة يا فندم ايه 35 خمسة وثلاثين اللي عندك ده اسمه سمنة مرحلة تانية وكمان يعني يعتبر مرحلة متخدمة فيها سمنة درجات يا جماعة مرحلة اولة ومرحلة تانية مفرطة دي مراحل السمنة وفيه طبعا فوق المفرطة انت بتتكلم على سمنة مرحلة تانية طول القصير مشكلته الكبيرة ان الكيلو يبين فيك كتير الشخص الطويل الخمسة كيلو ما يبينش فيه اساسا فهي هنا دي مشكلة مشكلة الشخص اللي بيجوع بالليل بدأ من ساعة ما يصح نجد عندنا مشكلة كبيرة جدا الناس اللي بتسهر طول الليل ينام الصبح او ينام بعد الفجر مثلا ويجي تلاكك يقولك عشان يصلي صوت الفجر يا عم ينام العيش هوصح الفجر ايه المشكلة؟ عم مثل فيبدأ يومه بينام متأخر يبدأ يومه متأخر جسمك وهوربنات جسمك بازط الفكرة هتبدأ معاك من موعيد صحيانك وموعيد نومك كمرحلة أولى ابدأ يخد الحاجات اللي تمنى المعدة بشكل كبير يعني الفطر بتاعك قلنا الشفان قلنا البطاطا قلنا البطاطس تمام؟ خلي معاك في الغداء الغداء بتاعك لو ساعة 4 مساءا قبل المغرب بساعة ساعة ونص تقريبا طبق الصلطة مطحون عليه معلقة كبيرة بزرق التان ومطحون عليه معلقة كبيرة بزرشية على طبق الصلطة ويتاكل بشكل كام وخلاص أكلنا أكلنا بين الغداء وبين العشرة الشابي كباتش الأخضر كباتين مية يا عم انت قلتوا ما بيخسسش والله العظيم بشربوا عشر فائدوا الصحية تركزوا معايا مش محدش البطني بأول حالة هيقول ان دا لها يخسسني فكمية المية اللي شربتها وكمية الشاي الأخضر اللي شربته بعد الغداء بساعتين أو بساعة عشان الأكل استفاد منه بشكل كويس هيبدأ يشتغل مع بزر الشاية وبزر الكتان ينفيش في المادة يحسك بالشبع هنيجي للعشرة الجبنة قريش كويسة جدا بس الصلطة بتاعتها خط فيها معلقة كبيرة حبة بركة في الطحن الأول ومعلقة كبيرة بزر الكتان ومعلقة كبيرة الشاية مع طبق الصلطة مع حطة الجبنة قريش كله فقاله بعضه كده وناكله بالمعلقة اختيار كويس جدا وهيسد بحكي كويس جدا بس بعدها من نص ساعة أو ساعة هلنش هم كباتين مية كبار لازم أي حاجة فيها الشاية أو فيها بزر الكتان أو فيها حبة بركة تلحق بشرب مية لو يكبى رئيسية زي الغداء أو العشاء ياريت بعدها بساعة ونص أو ساعتين لو يكبى خفيفة زي الفطار مثلا زبادي وكان فيها شفان لأ اشرب بعدها مية أو طول ما فيش مشكلة خالص أستاذة سامر تفضالي يا فنم أستاذة سامر تفضالي يا فنم أنا تخير أهلا بيك يا فنم فضالي ستكل حضرتك لما باجي أكل بيبان عليك الجناب وبتنش يعني بيبان عليك الجناب وإي تاني يا فنم يعني بحس اللي أنا بدخل يعني حضرت كم سنة يا فنم ووزنك وطولك عشرين وزنك وطولك خمسة وسبعين طولك كم يا فنم مية خمسة وستين طيب أولا حضرتك اللي عندك ده اسمه انت مش عندك سامنة أساسة طيب الوفر ويت ده حاجة كويسة هو حاجة كويسة بس بالنسبة لك كابنتو سنك صغير يفضل نوصل لباحات البرفكشن اللي هو حريك توصالي تمانية وستين كيلو توصالي تمانية وستين كيلو ده بأمتاز جدا فكل الحريك محتاجات تقريبا سبعة كيلو فكرة لما باكل بيزهر لجناب اشتاكل ده مورفولجي بمعنى ماما خلته وعمته في حد خدت منه ممكن نعمل سكيبل جنريشن وناخد من تيتا مثلا ولا حاجة ممكن لأم والأب كويسين خدت من تيتا فالشكل ده موجود في العيلة نقطة مهمة جدا وكويسة ان اخدت بالك من الموضوع ده انت واضح من صوتك او انسنك يعني على اغلب حديك انيسة وصغيرة مع زواجك ومع حملك المكان ده هيكبر بزيادة والله ما جاي انكد عليك لازم تاخدي بانك حل المشاكل الكبيرة بيبدأ والمشكلة مش موجودة اساسا فلازم وزنك ميزيتش طب انا كده حلية الموضوع ازاي انزل سبع كيلو حاليك لو دخلت على صفحاتي دكتور محمد رحيم هتلاقي بروغرامز دايت كتيرة جدا بوك نبدأ نمشي عليها على قناتنا على اليوتيوب دكتور محمد رحيم في بروغرام تحت التمانين مناسب جدا لحضرتك بالاضافة للرياضة الجزء اللي بنصحك بي يا بابا ان حاولي ابدا ان وزنك ميزيتش يا دوب كبيرك لزيادة الطبيعية بتاعت الحمل وترجعي تخصي مرة تانية الرياضة بالنسبالك مش رفاهية نط الحبل الرأس الجري في المكان ولو بتعرفي سباحة او غيره كان بها اغلبنا يعني مش بيعرض او اغلب السيدات مش بتعرف خاصة الدراسة والجو سن جامعة اساسا يبقى الرأس ونط الحبل من الحاجات الكويسة جدا الرياضة مش حاجة عشان اخد بنها مصلحة وبعدين اخضر بيها وارميها في الزبالة الرياضة اسلوب حياة اشوفكم بازل الله بعد الفتر اه ايه ده الوقت خدنا والله انا محسنش بالوقت اه شكرا جدا لكم يا جماعة وكنت بسوط جدا بوجودي معاكم المرة دي خدنا اسئلة بشكل جتير وهم بيقولولي فيها اسئلة تانية بس مضطرين نختم بازل الله ان شاء الله حلقتنا الجاية هتبقى عن الجرين داي اليوم الاخضر ايه هو بيعمل ايه بيسوي ايه ويوم الاربعة اربعة اتناشر خمسة من حضراتكم هختارهم من على البيجة عمدي من متابعين لايف مع روحيم هختارهم عشان يبقى موجودين معايا في لقاء الاربعاء القادم في دور الدفاع الجوي شارع النوزها بازل اللهي بقى يوم جميل وهقول لكم الجرين داي المرة الجاية عبارة عن ايه وهارض لكم الاربعات اللي فاتت عملنا في ايه كنت بسوط جدا مع حضراتكم حسنناكم في الاستوديو ده لحد الاتنين الجاي محمد رحيم محمد رحيم